وزيري خارجيات لوكسنبورغ ومالطا قرار نقل السفارة الامريكية للقدس يتعرض اساسا مع كل المواقف الامريكية السابقة ما يجعله قرار غير عاقل على الاطلاق للأسف تم اتخاذ القرار وللأسف الشديد هناك ما يقرب من 30 دولة شاركت في احتفال هذه العملية هذا القرار يعني ببساطة أننا لن نصل في يوم من الأيام إلى سلام في الشرق الأوسط اليوم نحن أبعد من أي وقت مضى عن السلام بسبب قرار ترامب إن الرئيس الامريكي يسير في الطريق العكسي وضد كل منطق وعقل حتى إسرائيل تقوم بحسابات خطئة فنقل السفارة بهذه الطريقة يضعها في مواجهة العالم ويجعل أمنها في مهب الريحة أقولها صراحة دون دولة فلسطينية مستقلة لن تنعم أبدا إسرائيل بأي سلام إنه يوم سيء على البشرية جمعاء هذا ليس ليس جيدا للمعينة أو للمعينة أو للمعينة